بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله خدوا بالكم يا جماعة أن الحرب الإعلامية شغالة وحرب الأعصاب وحرب الوساخة والكذب وقلة الأدب وده المتمثل في موضوع تصريحات رئيس الأركان الإسرائيلي أو رئيس الجيش الإسرائيلي وبيخوف أهل غزة زي ما قلت لكم وبيقول لهم يلوا امشوا على مصر أحسن لكم وفي واحد تاني لا يقل عنه خبثا بيقول ايه هذا الخنزير فتح معايا وإوعى تنام مني عشان الكلام الجاي مهم جدا الكل يتآمر علي الكل يتآمر علي الكل يتآمر علي بيقول ان هم حشروا تلتمية وستين ألف غندي للحرب طيب احشر تلتمية وستين مليون بس ورينها انت هتعمل ايه على الأرض ودي أهم ما في الموضوع وبيقول لك ان هم عازمون بشكل قطعي على ان هم ينزعوا سلاح المقاومة في غزة أنا أقول له انتوا عزمتوا على نزع سلاح المقاومة في غزة على الأقل في كل الحروب السابقة نسمع هذا الكلام وقول لك مش هنسكت في المعركة إلا بعد نزع سلاح المقاومة في غزة هم طبعا فكرتهم زي ما انا قلت لك في فيديو سابق عازين ينزعوا ايه عازين ينزعوا سلاح المقاومة ويدخلوا عباس يضرب الناس ويعيشهم تحت الزل والقهر زي ما السيسي عمل في المصريين كده ويبقى عباس ايه يعني يبقى كلب حراسة يعني موسع بشكل أكتر هو الوقت كلب حراسة بس عايزين يوسعوا له المهمات بتاعته ده كل الموضوع طيب ورينها تعمل ايه على الارض لما تيجي انت تشوف على الارض فيه قتلة وجرحة وخسائر جمدة وفيه انباء كمان لسه من مراسل العربي على ان بعض المقاومين او المقاتلين بتوع المقاومة وصلوا حتى الى منطقة الجولان واسرائيل اعلنت حالة الطوارئناك فيه قصص حزينة شغالة وهم الصهينة بيحولوا انهم عن طريق الكذب الاعلامي يعملوا مسألتين مهمتين جدا ايه هما المسألتين دول المسألة الاولى هي احباط الفلسطينية بشكل عام واحباط المقاتلين الفلسطينيين بالذات انا اقول لك دول مش هيحبطوا اصلا دول عايشين المعارك وشايفين وحفظوا ان ده كذبوا وكده انما اللي بيحبط مين المدنيين المساكين لزي حالاتي وحالاتك لكن انا اقول لك ما تخافش دي انا شفتها بعيني في الاخبار بدل المرة عشرين مرة في كل الحروب السابقة وفي نهاية المطاف اللي بيحصل ايه اللي بيحصل ان اسرائيل بترضخ وما قدامهاش غير ان هي ترضخ لكن الهدف الاهم اللي اسرائيل عايزة تحقق ايه هو يا بو الشباب هو ان هي عايزة ترفع معنويات المستوطنين الصهينة ومعنويات الجيش الاسرائيلي لانه الجيش الاسرائيلي مبني على قانون العصابة ولو المجندين في الجيش الاسرائيلي اقتنعوا ان حاتهم في خطر همشوا هم مختلفين تماماً يا جماعة عن الجماعة بتوع المقاومة بيقتلوا على اسس وعقائد وكذا يعني عندهم روابط جمدة روابط عرق وعندهم روابط دين وعندهم روابط مشتركة وروابط الارض وعندهم روابط جمدة من كل الاتجاه عشان كده متمسكين بقوة وطبعا أهم رابط هو رابط العقيدة لكن انت تجد تدور على المستوطنين ايه هو الرابط بتاعهم الدولار بس مفيش رابط تاني طيب الدولار ده ما ينفعش الوحدي لازم يتوفر معاه الأمان يعني دولار ومجازفة مش هينفع انا عايز اقول بس وعايز اسأل سؤال يا جماعة شديد الاهمية ايه هو ان كان حتى ما قبل فشل الانقلاب العسكري وكانت امريكا مسيطرة بشكل جامل وكانت امريكا مسيطرة تقريبا على معظم العالم او قل على الاقل خلص العالم الغربي بشكل كامل وعلى الشرق الاوصل بشكل كامل ومسيطرة بشكل يعني برضو لا بأس به شكل كويس على او سيطرة كبيرة برضو على اجزاء كبيرة من اسيا زي كوريا الجنوبية وزي اليابان وكمان كانت مسيطرة على استراليا ومسيطرة على نيوزيلاند وما زالت مسيطرة عليهم وكان الروس محبوسين وما فيش صراع عالمي وكله خاضع أمام الأمريكان وما كانوش أدريد أن هما يصفوا غزة ولا يصفوا المقاومة من أيام بقى المؤامرات بتاع سلام فياض اللي منتابع الشأن الفلسطيني بقى من زمانها يعرف الكلام اللي أنا بقوله ده وكانوا عايزين يخلوا عباس هو اللي يسيطر على غزة ويسيطر على الضفة ويعمل حكومة كرتونية ويقوم بمهام مدير الأمن ده التصور يا جماعة اللي كان عندهم وهم في عز القوة ما دروش نفذوه هيجوا نفذوه الوقت في وسط تركيا المتحررة تركيا اللي فلتت من تحت السيطرة الأمريكية وفي عز روسيا اللي هي يعني عندها شراها جمدة على أن هي عايزة تلحق الضرر بالأمريكان وبكلاب الأمريكان وبقت تعدي بشكل آمن من المضائق المائية التركية بعد فشل الانقلاب العسكري والقصة الحزينة اللي أنا حكيت لك قبل كلا طبعا يعني ضعف الأمريكان والغرب في حالة ضعف ومش هيقدر يؤوم حربة عالمية والتهديد اللي هم بيها الددودة مش هينفع ومش هيقدر يؤوم حربة عالمية وأمريكا عايزة تؤوم الحرب بحيث أن هي لو ما كسبتش ما تخسرش وأوروبا فهم الموضوع ده وأوروبا مش هتوافق على الحكاية دي وأنا أقول لك أنا خلعتي ممكن تكون أوروبا بتتآمر مع الروس كمان في الخفاء أو على الأقل بتحاول تمسك العصاية من نص لو الروس كسبوا تلوح معاهم ولو أمريكا كسبت تلوح معاهم هناك مكر سيساوي مع الجيش الصهيوني على أنهم يفتحوا المعابر للفلسطينية اللي عايزين يعبروا إلى مصر بل أن وقاحت قائد الجيش الإسرائيلي جابها بصراحة قال لهم أنا أعرف أن في معابر مفتوحة ويمكنكم المغادرة بسلام إلى مصر يعني عايز يفضي غزة طبعا بيحاولوا يعملوا كل حيلة أنا هقول لك أنا قنعتي أنه مش هيقدروا يفضوا غزة وقنعتي أنهما مهزومين ومضربين برغم الكلام ده كله وقنعتي أن إسرائيل هتكسر كسر جمدة وقنعتي أن إسرائيل هتضطر في نهاية المطاف أن هي حاجة من اتنين يتكمل معركة حتى النهاية ودي مش هتعملها لأن النهاية هتكون مؤلمة جدا بالنسبة لها يا إما أن هي يا إما أن هي هتقبل التفاوض على حل الدولتين وحل الدولتين ده بقى فيه الروس عايزين حل الدولتين والأتراك عايزين حل الدولتين وطبعا الفلسطينية لما بيسمعوا حل الدولتين الموضوع ده بيضيقهم لكن أنا عايز أوضح لك إيه هو حل الدولتين وليه تركيا بتطلب به الوقتي وليه الروس بيطلبوا به الوقتي باختصار الحل ده هو ذر للرماد في العيون باختصار لما كلمك عليها تعرف القصة من البداية للنهاية طيب السيسي الوقت لما سمع قائد الجيش الصهيوني بيقول للفلسطينية يلو امشوا على مصر عشان تبقوا في امان عمله السيسي يا ابو الابطال وشوف مؤامرة هذا اللعين وركز معايا واوعى تنام مني السيسي طلع بيان من نزارة الخارجية بتاعته بيقول احنا نحذر من بعض الاطراف اللي بتحث الناس على ان هما ييجوا على الحلول بتاعتنا مقدرش حتى ان هو يقول اسرائيل ولا الجيش الاسرائيلي يعني هي مؤامرة في الحقيقة يعني لو لا ان السيسي موافق على الموضوع ده ما كانش اصلا قائد الجيش الاسرائيلي قال اللي بتوع غزة يلو امشوا على مصر وكده خليني اتكلم على الخطة الصهيونية الخبيثة اللي هي ان قائد الجيش الصهيوني بيقول لسكان غزة امشوا وروحوا على مصر وطبعا هو اللي ادى اوامر للسيسي ان هو يفتح المعابر طيب من امتى وهي المعابر مغلقة والحصار بتشارك في مصر بقوة ولو مصر فقط قلبت على اسرائيل في اللحظات بالذات اللي احنا فيها دي او حتى من قبل ذلك الحصار هيفشل ولو الحصار فشل اسرائيل هتركع غصب عنها وعن اللي قابوها يعني قصة حزينة للغاية لكن مش هيحصل هو المحاولة الوقت اللي بيعملها قائد الجيش الصهيوني هذا انه هو يخلي المدنيين يمشوا والسيسي هيستقبلهم يقول لك دول اهلنا وحربوا وكذا ولاجئين ومش عارف ايه وهيتظاهر بالموضوع ده لكن الهدف الخبيث الخفي انه هم عايزين يفضوا غزة انا اقول لك مفيش حد من غزة هيمشي وان حد ميشي هتبقى نسبة قليلة جدا وهم الوقت يفضلوا النزوح الداخلي وللأسف النزوح الداخلي الوقت داخل عالمية وتسعين الف تقريبا موضوع حل الدولتين يا ابو الشباب الا انا اكره وانت تكره لكن انظر كيف تنظر اليه روسيا وكيف تنظر اليه تركيا عايزك تحط في اعتبارك شيء مهم جدا ايه هو هذا الشيء انه حتى لو حصل موضوع حل الدولتين مش معناها ان الفلسطينية هيقعدوا وخلاص وهيرضوا بحل الدولتين ولا معناها حتى ان اسرائيل هتقعد وهترضى بحل الدولتين وما الايه اللي هيحصل اللي هيحصل ان المكر هيشتغل من جديد لكن اسرائيل الصهينة رفضين بشكل قاطعي حل الدولتين لان هم عارفين ان بعد حل الدولتين الموضوع هيهدالوا سنة او سنتين ثلاثة في الفترة دية هتقوم دولة زي تركيا تسلح الفلسطينية زي ما سلحوا الليبيين وبالتالي هتبقى كرسى فوق دماغ الصهينة وهيجي الفلسطينية يعملوا اي مشكلة ويتلككوا للنتنياهو او لله هيجي بعده هم اصلا مش هتلككوا هم الصهينة اصلا اجرامهم متواصل فهيبقى حاجة من اتنين يا اما هيكفوا عن الاجرام وده هيجرق عليهم الفلسطينية بتوعد داخل يا اما مش هيكفوا عن الاجرام هيخلوا بقى الدولة الفلسطينية الوليدة يدوها الفرصة ان هي تقخل معهم في معركة تانية فانت الوقت قارن بقى ما بين اللي حصل النهاردة واسرائيل مهزومة وكل اوروبا بتبعت لها جنود على فكرة ودي اعمل لها حلقة لوحدية وامريكا بعتت جنود وحملت طائرات وكذا وامور كثير زي كده فده برغم ضعف الامكانيات بتاع المقاومة يعني لما تجي تشوف امكانيات المقاومة جنب امكانيات الجيش الصهيوني تلاقيها طبعا قليلة جدا ولا حتى تساوي واحد في المية لكن هي المسألة يا ابو الشباب عايزة عقيدة وعايزة رجال وعايزة ناس تلافع عن حقها مش ناس جاية على قانون العصابة فرق كبير يا جماعة بين هذا وذاك وتلك فلك ان تتخيل لو حصل حل الدولتين وجد حصل الطوشة زي الطوشة اللي شغالة ديت وبدأت تطلع المسيارات بقى من الدولة الفلسطينية الوليدة ايه اللي هيحصل ده هم الوقتي من غير مسياراته لحاجة على شوية السواريخ وعلى شوية التسللات اللي تمكن المقاومة ان هي تخترق الحواجز الامنية وتخترق السياج وتخترق كل التحصنات الصيونية ووصلت لمواجهة رجل لرجل والنتيجة الاصر الوقتي اعدادهم مهولة القتلى اللي خسرته اسرائيل في اليوم الثالث الوقتي او اليوم الرابع عرب يبدأ هوت اللي خسرته اسرائيل لحد الوقتي مخسرتوش قدام مصر وسوريا خلينا اكمل لك قصة حل الدولتين بقى عشان نخلص من الموضوع دو وتحل الدولتين كانت اسرائيل عايزها على محور وكان والوقتي اردوغان والروس عايزينوا على المحور التاني اسرائيل كانت عايزة دولة او حكم ذاتي بالاحرى يعني كانت عايزة توكل المهام الامنية الصعبة لسلطة فلسطينية وفعلا عملتها مع عباس بس الخطة مش الضبطة معاها والنسكر وهو كده فاسرائيل الوقتي ده مفهوم الدولة اللي هي عايزاها دولة كلاب حراسة باختصار يعني زي السيسي كده بالضبط مش اكتر من كده بينما الدولة التانية اللي عايزها اردوغان واللي عايزينها الروس هي دولة مستقلة وبعدين رفضوا كمان موضوع الحكم الذاتي اللي هو ان الفلسطينية يعيشوا مع بعض يحكم بعضهم وكل شيء بس السياسة الخارجية دي تبقى اختصاص الصهينة الحكومة الكبيرة وتبقى مهام الدفاع والامور دي برضو من اختصاص الصهينة يعني حقبة الخارجية وحقبة الداخلية وحقبة الاقتصاد والاستيراد والتصدير والامور الاساسية اللي هي فيها تعامل مع العالم الخارجي تكون في يد الدولة الام والدولة التانية اللي عندها حكم زي تيت يعني تدير شؤونها الداخلية يعني حكومة محلية باختصار وان كانت على شكل كبير طبعا الفلسطينية مش يقبلوها ده الفلسطينية الوقتي يعني هما اللي بيقولك منهم ان احنا هنقبل حل الدولتين يعني اللي كانوا بيقولوه الوقتي رفضينه طبعا تماما كانوا بيقولوه من باب المكر مش اكتر من كده وهم عارفين ان حل الدولتين معناها ان هما هيبقوا دولة مستقلة بينما النتنياهو عمره ما هيقبل مسألة دي وامريكا عمرها ما تقبل الموضوع ده لان دولة مستقلة زي ما قلت لك معناها هتتسلح وان الدولة دي اتسلحت معناها هتهدد اسرائيل اللي هي المزعومة يعني وبالتالي اسرائيل المزعومة مش هتقدر تقوم بالعمليات اللي هي بتعملها او الخدمات الاستراتيجية اللي هي بتعملها للامريكان وكده روسيا تأمن على خط الامداد بتاعها زي ما حكيت لك في الفيديو اللي فات وما حدش يقدر يهدد الوجود الروسي في شرق البحر المتوسط طبعا الموضوع اوسع من كده بس خلوني اكتفي بالقدر هذا اعمل فيديو موسع ان شاء الله والسلام عليكم موسيقى